الذي حدثه أن الكوات الخاصة اقتحمت مخيم جنين بسيارات مدنية وعلى جناح السرعة حوالي الساعة 12.5 تقريبا الذي حدثه أن الشباب المقاومين كانوا مبتعدين نوعا ما عن مكان الحدث وكان عبدالله في تلك المنطقة في تلك الساعة لوحده عبدالله ثم التحق به بقية المقاومين عبدالله لاحق الكوات الخاصة وأطلق عليه النار وباقي يطلق عليه النار من دار أبو الهيجة حتى وصل إلى هذا المكان والكوات الخاصة التي اختطفت عماد أبو الهيجة اشتبكت مع عبدالله ولم تستطع إصابته بل عبدالله هو الذي ألحق بها إصابات حسب اعتراف العدو الذي اعترف بإصابتين عبدالله بقي لهذه المكان وهو يلاحق كوات الاحتلال الذي أصاب عبدالله وأدى إلى استشهاده هو كناص في عمارة خلفنا تظهر أمامكم أمام مشاهدينا في الصورة خلفنا فإذن نحن نقول إن مخيم جنين لا زال على عهده ولا زال على موقفه ولا زال قلعة صامدة بوجه كوات الاحتلال